اشتركوا في القناة اذا ترك ركنا من اركانها عامدا كانه او ناسيا او ساهيا او جاهلا او غير ذلك كله لا يجز له تلك الصلاة بل الصلاة تقع باطلة على كل الانحاء وعلى كل الفروض لذلك لا بد للانسان ان يلتفت الى ان هناك اركانا يجب ان يتقيد بها في صلاته مثلا الاركان المعروفة هي في الصلاة خمسة النية تكبيرة الاحرام الركوع السجدتين والقيام انا لعل اربعة من هذه الاركان لا اشكال فيها ولا ترديد ابدا فانه عند الانسان عندما يأتي الى الصلاة قد نوى تلك الصلاة فهيقول هذه صلاة الظهري وهذه صلاة العصري وهذه صلاة المغرب حتى وان تلفظ تلفظا اخر هذا لا يضر بذلك ابدا وانما هو قد نوى ذلك تنواه حتى وهو ماشيا الى تلك الصلاة وكذلك تكبيرة الاحرام الانسان يكبر تكبيرة الاحرام حتى الله اكبر بلفظها هذا يكفي فيه بلا اشكال وكذلك الركوع يجب ان يقع من الانسان ركوعا وهو انه اذا لم يقع منه ركوع فصلاته تكون باطلة اذا لم يقع منه تكبيرة الاحرام صلاته باطلة اذا لم يكن ناويا صلاته باطلة واذا لم يقع منه سجدتين ايضا تكون صلاته باطلة بلا اشكال ان السجدتين معا هم هما ركن اما ان يكون سجد واحدة لا ليست بركن واجب ليس ركنيا فلذلك لو ترك الانسان سجد واحدة لا نقول ببطلان صلاته وانما نقول ببطلان صلاته من يترك السجدتين معا كأنه من الركوع وقامه قياما مباشرا للركعة التي بعدها فنقول له أنه لم تأتي بسجدتين فصلاتك تكون باطنة الركن الأخير الذي هو المهم يجب على الالتفات إليه هو القيام ما المقصود بالقيام؟ القيام في حالتين الحالة الأولى هو عند تكبيرة الإحرام يعني الإنسان عند تكبيرة الإحرام يجب أن يكون قائما هكذا إذا قلت لي بأنه الكل يقوم أثناء تكبيرة إحرام أقول لك نعم لكن لا بد لك من الاستقرار لا بد لك من عدم الحركة بعضهم هكذا يأتي يمشي مقدارا ثم وهو يمشي ويكبر لا يجب عليك أن تستقر هكذا وتنوي ثم تكبر وأنت مستقر هذا أيضا القيام أثناء تكبيرة الإحرام كذلك عندنا القيام المتصل بالركوع وهذا هو المهم القيام المتصل بالركوع ما المقصود به الذي فقهاؤنا يقولون بركنيته وأنه يبطل الصلاة لو تركه الإنسان عامدا جاهلا ناسيا ساهيا كل الحالات صلاته تكون باطلة ما هو هذا؟ هذا هو المهم كثير من الناس لعلك عندما تلتفت إليهم تجدهم لا يؤتون بهذا الركن رغم أنه ركن شرط في صحة الصلاة ما هو هذا الركن؟ هو القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع عندنا قيامين الإنسان عندما يركع هكذا يريد أن يقوم بعد الركوع يقول سميع الله لمن حمده الله أكبر هذا يسمى بالقيام بعد الركوع هذا واجب وليس بركن فلو الإنسان ساهيا من بعد ركوع ذاب إلى السجود نقوله بصحة صلاته لا ببطلانها لكن القيام الذي يبطل الصلاة حتى وإن نساه الإنسان هو القيام قبل الركوع إذا قلت لي بأن القيام قبل الركوع هو هذا القيام قبل الركوع لا أشكال فيه بأنه الإنسان قائم قبل الركوع لا يجب عليك أن تترك فاصلة زمنية بسيطة جدا قبل أن تدخل في الركوع فاصلة زمنية ما هي هكذا مثلا أنت في الركعة الأولى تريد أن تذهب إلى الركوع تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم هكذا هذا أتيت بالواجب لكن إذا فعلت هكذا ولم يكن له كفوا أحد لم تقم لفترة هنيئة بسيطة قبل أن تذهب إلى الركوع لم تقف مستقرا قبل ركوعك هذا وكذلك في الركعة الثانية عندما تكون عند قنوتك أيضا لا بد لك من الوقوف قليلا ثم تذهب إلى الركوع وكذلك في الركعة الثالثة بعد التسبيحات الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده هذا القيام قبل الركوع والتأني وعدم الإسراع هذا هو ركن واجب يجب على الإنسان تحصيله في الصلاة والحمد لله رب العالمين